وافق المجلس البلدي في جلسة العادية اليوم على الاقتراح الخاص بمنح هيئة تشجيع الاستثمار المباشر اختصاصة توزيع القسامة التجارية ووافق المجلس أيضا على مشروع معالجة نفايات البلدية الصلبة والاستفادة منها إضافة لتخصيص موقع مخصص لإقامة مشاريع معالجة النفايات ومرافق الردم الصحية في منطقة تشبدة بمحافظة الجهراء وأوصى المجلس بالموافقة على مشروع المخطط المحلي للمنطقة الغربية المنطقة الإقليمية الخامسة إضافة للمناطق الإقليمية ضمن المخطط الهيكلية للدولة